موسيقى موسيقى الزمن هو الوقت الذي مضى على البشر وكان شاهداً على الأحداث التي عصروها وهو رفيق الدرب الذي سيشاركهم المستقبل يطلع على تطوراته فالحياة رحلة نقف عليها في العديد من المحطات السعيدة والمؤلمة نواجه ونتحدى تارة ونيأس ونستسلم تارة أخرى نسقط وننهض خلقنا لنتعلم من أخطاؤنا لأننا إن لم نستطع أن نسير مع الزمن سيتركنا ويكمل الطريق بمفردة فالحياة لا تقف على أحد إذن نمساكم الله بالخير ومشاهدين كرام أهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من برنامجكم حديث المساء برفقة مواطعنا وفقراتنا المتنوعة نتعرف عليها مشاهدين وعلى أهمها من خلال أهم العنوين موسيقى جولة رقابية على محلات في مدينة خرفكان التفكير الإيجابي وأهم مهارته السياحة الرياضية في مدينة خرفكان إذن مشاهدين هذه أهم العنوين وأكيد هناك ستكون العديد من العنوين والفقرات في أمسيتنا لهذا المساء فريق عمل حديث المساء سعى إلى أن يجهز لهذا اليوم العديد من المواضيع التي أيضاً بإذن الله سوف تنال رضاكم وذائقتكم إذن مشاهدين نبدأ معكم بجولتنا الإخبارية في مواقع التواصل الإجتماعي ونبدأها بالشارقة للأثار تفوز بجائزة الأثاريين العرب للجدارة العلمية أعلن الاتحاد العام للأثاريين العرب عن فوز عيسى يوسف مدير إدارة الأثار في هيئة الشارقة للأثار بجائزة الاتحاد للجدارة العلمية 2020 حيث جاء الإعلان عن الفائزين عبر رئيس الاتحاد العام للأثاريين العرب محمد الكحلاوي والتي شملت جوائز بحثية ذات المردود المادي للاتحاد وجوائز الاتحاد لخدمة التراث وتتمثل رؤية هيئة الشارقة للأثار في جعل الشارقة رائدة بمجال حماية الأثار وصون المكتشفات الأثرية واتباع أفضل الممارسات والمعايير لحماية المواقع الأثرية والمناطق التاريخية حيث أن إمارة الشارقة توافت عليها عدد من بعثات التنقيب الأثرية الأجنبية التي تعمل بالإمارة بموجب اتفاقيات عمل خاصة وتحت إشراف هيئة الشارقة للأثار بالتعاون مع البحثة المحلية بالإضافة إلى أن هناك العديد من المواقع الهامة وعلى رأسها موقع مليحة كأحد أهم المواقع الأثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذن مشاهدين إمارة الشارقة تسعى دائما للحفاظ على الآثار التي تحتويها هذه المنطقة ودائما تسعى إلى وضع هذه الآثار في نطاق زيارة الناس لها والتعرف على تاريخ هذه المنطقة ومن خلال هذه البعثات التي تتكفر بها إمارة الشارقة لصون الآثار في هذه المنطقة إذن مشاهدين ننتقل معكم أيضا إلى خبر آخر ورشة عمل حول ممارسات وابتكارات المدن المراعية للسن بالشارقة أقام المكتب التنفيذي للمحافظة على عضوية إمارة الشارقة بالشبكة الدولية للمدن المراعية للسن وبالتنسيق مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق التواصل الإلكتروني زوم تحت شعار لنتشارك المعرفة وذلك بهدف تبادل الخبرات حول معايير المدن المراعية للسن وأفضل ممارسات والابتكارات في مجال المدن المراعية للسن كما تضمنت الورشة محورين أساسيين تمثلت في برنامج المدن المراعية للسن والمحاور والمعايير العامة خاصة أثناء الطوارئ والأزمات والأوبئة والتجارب والابتكارات المقدمة لكبار السن إذن مشاهدين في هذا الخبر أيضا تأتي هذه المعايير التي تسعى إمارة الشارقة لتحقيقها كونها أيضا من المدن المراعية للسن واستحقت هذا اللقب من خلال تطبيق هذه المعايير سواء كانت في البناء التحتية أو بالنسبة للدوار والمؤسسات والمرافق العامة في إمارة الشارقة التي خصصت لأن تكون أو لتسهل على كبار السن وتوفير لهم الحياة الكريمة والرفاهية في العيش إذن مشاهدين من هذا الخبر أيضا ننتقل معكم إلى خبر آخر الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفلك تحتفل بأسبوع الفضاء العالمي برعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة احتفالا بأسبوع الفضاء العالمي والذي يتي هذا العام تحت شعار الأقمار الصناعية لحياة أفضل ويعد هذا الحدث أكبر احتفالية بالعلوم والتكنولوجيا ودورها في تحسين حياة الإنسان وتجمع ما يزيد عن ثمانية آلاف فعالية تعليمية وتوعوية تنظمها وكالات الفضاء وشركات الطيران والمؤسسات التعليمية في أكثر من 96 دولة من أرجاء العالم وتأتي كل عام تحت شعار مختلف مثل المرأة في الفضاء لعام 2021 والقمر بوابة للنجوم في العام الماضي 2019 ويهدف للتوعية والتعليم في مجالات الفضاء والتشجيع على زيادة استخدام الفضاء من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة إذن مشاهدين بهذا الخبر أيضا ننتقل معكم إلى خبر آخر آيون تختبر الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة في الشارقة أعلنت شركة آيون لحلول النقل المستدام والذكي التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها عن نجاح الاختبار التجريبي لحافلات النقل الكهربائية ذاتية القيادة نافيا أوتونوم في المدينة الجامعية بالشارقة الصرح التعليمي المتفرد والمدينة الجامعية الأكبر والأكثر تكاملا على مستوى العالم وقد تم تصميم الاختبار الذي أشرفت عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة لأسباب تتعلق بالمرور والسلامة من أجل تقييم الكفاءة التشغيلية لقدرات الحافلات ذاتية القيادة داخل المدينة الجامعية ويأتي إطلاق هذه الحافلات ذاتية القيادة إلى مساعدة الطلاب على التنقل بين الكليات وهي مجهزة بمجموعة من تقنيات التعلم العميق بما في ذلك الرؤية ثلاثية الأبعاد وإمكانية التعرف على البيئة المحيطة والتنقل التلقائي على الطريق لضمان السلامة المثلة وأبواب مستشعرة للحركة وفضلا عن توفير قابلية التنقل السلس والذكي والمستدام فإن هذه الحافلات الذكية خالية من الانبعاثات ويمكنها استيعاب الكراسي المتحركة وتتسع لخمسة عشر راكبا إذن مشاهدين أيضا بهذه الحافلات المتنقلة طبعا بهذه الكفاءة أيضا بهذه الجودة التي يتم اختبارها في المدينة الجامعية وسوف أيضا يستفيد منها الطلبة فهذه المدينة الجامعية التي تحتوي على أعلى السبل في مجال التعليم وأدوات التعليم على مستوى العالم أيضا هذا ليس بالغريب بوجود مثل هذه الحافلات وذكرنا بالفترة السابقة في الدراسة في هذه الجامعة كانت هناك أيضا بعض الوسائل التي تساعد الطالب في التنقل من الكلية بين مرافق الجامعة أو حتى بين الكليات فأيضا هذه من الحلول الذكية التي تضعها الجامعة لتسهيل على الطلبة في هذا الصرح الأكاديمي إذن مشاهدين من هذه الأخبار وجولتنا الإخبارية لهذا المساء ننتقل معكم نتحدث عن موضوع أمسيتنا وموضوع حلقتنا لهذا اليوم نقول لا تبكي على اللبن المسكوب نتحدث اليوم عن العلاقات التي انتهت والتي لا نتحسف على انتهائها هناك علاقات إن انتهت احمد ربك على هذه النعمة لأن هناك الصنف من العلاقات تسمى العلاقات المرهقة وانتهاء هذه العلاقات قد تكون رسالة لك عن قبح الصفات الموجودة في هذه العلاقات لتكون لك درسا أن تتجنب هذه الصفات في حياتك وأن تكون هذه علامة لك على حب الله لك لأن يبعدك عن كل ما هو لا يليق بروحك وشخصك لأنك شخص نقي وسليم إذن هناك صنف من الناس الذين يتعامل أو الذي يتعامل مع الآخرين على حسب المصالح فمتى منتهت هذه المصلحة انتهت العلاقة معها وكما يقال الغرض مرض وقيل لتصحب من خاطرك عنده على قدر حاجته فإن انتهت حاجته انتهى خاطرك كأن يقول إذا انتهت الحاجة توكل في طريقك انتهت هذه العلاقة وسيكمل هذا الشخص طريقة حتى يأخذ حاجته ومصالحه من الآخرين غير مكترث بأن هذه العلاقات لها مبادئ وأسس والتزام فهذه المبادئ يفهمها المعطي كثيرا ولكن يعني قد لا يفهمها المتلقي إن زادت عن حد ما تدركه قدراته إذن الاستثمار في إبقاء هذا الإنسان وإعطاءه من وقتك وسعادتك هي مضيعة للوقت ولأيام عمرك فلا تحزن عليه ولا تتواكل لأن الله كفيل بأن يعوضك بمن يليط بك ويوازي طهارة قلبك ونقائي نواياك وهناك من يأتيك على هيئة شخص لكن سيء الظن ولديه الكثير من التجارب السلبية في حياته فيجبرك على دفع فواتير هذه التجارب فتراه دائما يشكك في حديثك ويفرض سوء النئية على حسن النئية ويفترض أيضا الافتراضات التي لم تهدث ويدخلك بدوامة من عدم الوضوح والاستنكار والأسئلة المتكررة التي تشعر بها دائما أنك متهم وتحاول فقط التبرير عن موقفك الذي أساسا لم تتعمده أو لم تقصد منها الصورة التي وضعها الطرف الآخر في باطن عقله وظنونه وقد تلاحظه شديد التدقيق بتوافه الأمور التي يبتعد فيها عن النضج والرشد إلى توافه الأمور فمثل هذه العلاقة أنت تحتاج إلى الشرح المستمر والتبرير اللامتناهي وهذه العلاقة أنت لست بحاجة لها وقد تنتهي هذه العلاقة فجأة في منتصف الطريق لأن توهمات هذا الشخص كثيرة وسوء ظنه كثير وأنت لا تدري ما موقعك بين كل هذه الظنون التي لا تنتمي لك أبدا لذلك في فترة من حياتك ستجبر قلبك على التخلي عن كل هذه الأشياء التي تؤذيه رغم تعلقك بها وستنسحب من العلاقات المرهقة ولن تكترث لما يقال لك أو تحاول تجميل صورتك وتبرير أفعالك لأي شيخ صين كان في تلك الفترة التي قد تدرك فيها أن راحتك النفسية وهدوءك الذهني أهم من الصراعات العلاقات في هذه العلاقات الإجتماعية فسبحان الذي يغلق عنا أبوابا ويفتح لنا أبواب أخرى أكثر سعة ويأخذ منك من جهة ويعطيك من جهة أخرى أكثر وفرة وغنى ويبعد عنك أيضا أشخاصا أو أشياء كنت تظنها في صالحك ويقرب منك ما يليق بك ويرتقي بك أكثر من المرة الأولى لذلك كن بطيئا في اختيار الصديق وأبطأ في تبديله إذن مشاهدين الكرام من بعد هذا الموضوع ننتقل معكم إلى فقراتنا الأخرى في هذا المساء وأيضا ننتقل إلى أطفالنا في هذا المساء واليوم يعني تواصل أطفال الشرقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة المبتكرين تقديم العديد من البرامج والأنشطة عن بعد بهدف تنمية واستثمار طاقات الأطفال من مختلف المراكز في مدينة الشرقة والمنطقتين الوسطى والشرقية يصعدنا اليوم أن يكون معنا أحد مواهب مركز الطفل بدبل حصن دعونا مشاهدين نرحب بالطفلة شوق خليل اسحاكو طبعا شوق يا مرحبا وسهلا فيك مسات الله بالخير مسات الله بالنور أهلا وسهلا شوق طبعا نحن دائما نصديف الشخصيات والأطفال المتميزين سواء في الدراسة أو حتى في جهودهم ومهاراتهم اللي يتحللون فيها في مراكز الطفل فمن المواهب اللي تتحللين فيها وتتسمين فيها شوق ممكن تخبريني عن هذه المواهب التقديم والألقاء والتمثيل وحاليا أمارس الرسم وأشتغل على بروتجيكت ديزاينيك أو بساعد ما شاء الله عليك طيب شوق هذه المهارات وهذه الهوايات مارسينها في البيت فقط أم حتى أن تشاركين فيها في مراكز الطفل وتشاركين فيها أيضا زملائت هي في مراكز الطفل وأمارسها في البيت نعم طبعا في مشاركات ومسابقات شاركتي أيضا فيها شوق حدثينا عن هذه المشاركات والمسابقات اللي دخلت فيها وحصلت فيها أيضا على مراكز متقدمة شاركت في تقديم البرامج قدمت برامج نحن المستقبل وأطفالنا والكتاب وأطفالنا والتراث وكنت عضو في شورة أطفال الشارقة وكتبنا الأعضاء اللي اختارونا وصفانا للبحرين وكانت تجربة وويد مهمة وجميلة بالنسبة لي طبعا قبل شوي شوق ذكرتي أيضا أن تقومين أيضا في تصميم بعض الأمور فحادثينا عن هذه الهواية اللي أنت أيضا تمارسينها كون دايما هذا الجانب تعطين فيه أكثر من الجوانب الأخرى بالمسابقة هذه عندي عدة أفكار بس لحين ما حددت الفكرة اللي بأقرر لها المشروع اللي كلمتين عنه قبل شوي شوق هاي المشروع عندي عدة أفكار الحين ولحين ما قررت الفكرة اللي بأسويها جميل من ري دايما حفز الشوق لأن أنت تمارسين هذه الهوايات وتنمين هذه الهوايات والاستمرارية أيضا في تكثيف هذه الجهود أن أنت توصليني اليوم لإنجاز تقدمين لدولة الإمارات أول شيء دعم الأسرة شيء أساسي ودعم مركز الطفل يعطونا فرص ودورات عشان أن نمي مواهبنا ونحقق أهدافنا جميل يعني نقدر نقول أن اليوم الأسرة هي السبب الأساسي في دعم شوق والمعلمة أيضا في المدرسة وشو عن أصدقائك أيضا المحيطين فيك شوق هل لهم دور أيضا فيه تشجيعك وأنه دائما مثلا يتابعون أنت شو تقدمين ويعطون ترايهم وأفكارهم أيضا نعم تهتمين دائما لهذه الأراء شوق وهل هي تحفظت أنه دائما تقدمين مزيد تستمرين في تطوير مواهبك هي هل أراء تطور من مواهبي ودائما نهتم حق النصائح حشان نعم تطور من نفسي مراكز الطفل شوق أكيد كان لها دور فيه اليوم دعم هذه المواهب وممكن تنبي عندك هذه المواهب وفيه أركان وأنشطة كثيرة في مراكز الطفل فكيف كانت هذه الخدمات المقدمة في مراكز الطفل لها دور في تشجيعك لسقل هذه المهارة والاستمرار في هذه المهارات كنتك شرمت في المرافق مراكز الطفل كانت دائما دائما مركز الطفل كانوا دائما يعطونا فرص ودورات وعشان نحقق موهبتنا ونحقق أهدافنا ونقوي ثقتنا بنفسنا جميل وشوق شونة ويتكون إن شاء الله في المستقبل لا الحي ما قابلت بس إن شاء الله بيكون شيء يعني أهتم فيه وأستمتع فيه بإذن الله يعني ما شاء الله بهذه الجهود وهذه الطاقة الجميلة نتوقع إن شاء الله تكوني شيء مميز في المستقبل وتختمين في دولة الإمارات وأيضا نفتخر فيك ونستضيفك إن شاء الله بعد سنوات إن شاء الله وتكونين وصلت إلى مراحل متقدمة بإذن الله طبعا الطفلة الشوق خليل كل الشكر على وجه معنا اليوم ونتمنعنا إن شاء الله التوفيق ويمكن كل ما أخيرا تواجهينها لزملائته كل من يتابعنا اليوم وكل من منظم لهذه المراكز واللي ما انظم شو تنصحين أيضا؟ أنصحهم أن يحققون أهدافهم ويتمسكون بأحلامهم عشتا ويتمسكون بأحلامهم طبعا يعطيتش العافية شوق ونتمنعتش التوفيق بإذن الله أنت وزملائك أيضا وإن شاء الله نشوفش في لقاءات أخرى شكرا لتشوق شكرا للمشاهدة